للرد على ما في داخلنا من أسئلة للجمهور الروح للاتحاد موجود الناطق رسم الاتحاد اليوم بمؤتمر صحفي سيد أحمد الموسوي ولكن أن يعاد الكلام في كل أسبوع عن خطط قصيرة الأمد وخطط طويلة يعني هذا الكلام صار مستهلك وملئنا منه وماكه حلول وإلا إحنا اليوم المصيبة الكبرى عند نهي المنتخب الوطني المفروض من نجي إلى مؤتمر صحفي أو الريد نسأل الريد للناس اللي موجودة مع المنتخب اللي تعرف كل صغيرة وكبيرة ما احترامل سيد أحمد الموسوي شو اللي يعرف عن المنتخب ما يعرف شيء يعني رجل هو مدير عام في وزارة الشباب برياضة مجغول بأمور أخرى يعني ممكن يكون يداوم بالاتحاد بس ما يعرف بقضية المنتخب الوطني شنان نتمنى الناس موجودة اللي وين المنتخب عدنان درجال يحيا صغيرة سعى الأقل رئيس وفد يونس محمود بدل ما يقعد يحلل بالمجلس يقعد هنا يحلل أسباب الخسارة بالاتحاد يقعد يواجه الإعلام بكل شجاعة ويقولهم هذه هي مسببات الخسارة زين واحد قاعد لبقطر واحد يروح لمؤتمر لرعاية ما عرف شنو المرأة ما عرف شنو والله قضية يعني ما لها علاقة ولا لها رباط بالوضع الحالي الوضع المشتعل الآن الناس محروقة قلوبها تريد أجوبة تريد حلول عود على أساس قالوا باتشر نقعد نناقش قضية المنتخب الوطني إذا صارت قضية المنتخب هي آخر اهتمامات المسؤول فإقرأ على الرياضة السلام وكرة القدم بالتحديد عمو خلي نبطل يعني قلونا لا تنتقدون أنتوا تعبون نفسكم ترى إحنا حاطين هنا طين وهنا عجين وهذا الكلام ما راح يفيدكم إذا تقلونا إيش همح شوها حتى إحنا نبطل نروح نناقش قضايا أخرى وينقول يا بالمنتخب ومسيطرين علي الجماعة وما يقبلون واحد لأن هذا ورث ما لأهلهم بالتالي إحنا مو عراقيين بس هم عراقيين إحنا ناس جايين من غير دول هنوت وهم العراقيين للأصلاء الشرفاء اللي مسؤولين على المنتخب ولا يجوز المساس بهم ولا بمنظومتهم اللي اسمها المنتخب الوطني اللي راحوا خزونه وإجوا بهذه النتائج اللي للأسف لا تمثل كرة القدم العراقية هذه النتائج هي مو كرة القدم العراقية هذه نتائج ومستوى وعمل دخيل على الرياضة وكرة القدم بالعراق شنو صار بهذا المؤتمر الصحفي على قوت سيد أحمد موسى ويقول قابل تردون الاتحاد هو ينزل ويسجل الأهداف يعني وصل التخاطب إلى هذا الحد قابل تردون الاتحاد هو ينزل ويسجل الأهداف هو الدوري هيشي هذا التلقين الجديد ما للدوري الدوري 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 حتى أعمم بين الناس ترى الدوري السبب أرجع وأقول هذا الدوري كان أسوأ بكثير من الحالي وحققنا إنجازات وأبرزها 2007 من دورينا كان مجموعات ودورينا ما يلعب بيه عدد كافي من المباريات ولا بيه تنافس وإحنا حصلنا إنجاز ليش أسصار الدوري مثلاً فهذا الأمر مستغرب وعليه علامات استفهام ومرة أخرى من الريد واحد يجاوبنا ما نلقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة